أعرب وزير الفلاحة والثروة الحيوانية في مدغشقر عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال علم المحيطات وذلك عقب مباحثات أجراها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مدغشقر تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية لكننا نفتقد المعرفة الكافية في مجال تقييم المخزونات البحرية وموارد أعماق البحار ولذلك نرغب الاستفادة من التجربة المغربية واكتساب خبرات أكبر في هذا المجال المحاور المهمة هو أولا الاستفادة بالنموذج المغربي فيما يخص تنزيل السياسة الفلاحية عبر استراتيجيات الجيل الأخضر ومحور تأقلم مع تغييرات المناخية وقطاع الماء وتدبير وتحكم في المياه السقي ويندرج هذا اللقاء دمن سلسلة من الاشتماعات بين وزير الفلاحة ونضرائه في العديد من البلدان الإفريقية وذلك في طال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراع لإفريقيا الفاو